اهلا بكم مشاهدين الجمال في حلقة جديدة من حلقات صناع السعادة النهاردة هقدم لكم السعادة بشكل مختلف طبق حلم كلنا بنحبه هقولكو كمان ازاي تعملوه وتحضروه في قصرع وقته بقالي الامكانيات وكمان طعم ويجنن مع شفنا المتميز شيف عبدال اهلا بك يا شف اهلا بحضرتك يا استاذة صباح الجميل النهاردة ان شاء الله هنحضر لكم بسبوسة زي المحلات بالزبط هتعمليها في البيت هتوفر عليك مجهود وهتوفر عليك وقت في نفس الوقت هتكون ايه الحاجة بتاعتك اما بتعمليها في البيت او بكون اصلا ايه انت الجودة وتكون حاجة نظيفة وتشتغل بخامة نظيفة اكيد طبعا تمام بالوقت هنديكم بقى المقادير اللي احنا نشتغل بيها نصف كيلو دي اسومولينا مية وخمسين جرام سكر مية جرام بوزهند مية وخمسين جرام تسمنا متسيحة مية جرام بوندق مكسر عشان نعملها ببوندق حابين بقى تفنشوا بأي حاجة تانى حد بحب اللوز حد بحب العنجمل اي حاجة ما علينا السمنة بدرجة حرارة المبخ درجة حرارة المبخ بس بتفوكها اما حاجة تبقى سائلة بس هنحط بس الاول للعصر والذي الأفضل يبقى خامل عند العطار او الماركت سمولينا انا عمتها مش المعلب انا مش بحب المعلب لانه بيحبه ويحطه البيكنج بوضر بيفتح المسامي بتاع ايه؟ بتاع البسبوسة فانا مش بحب كده بيفتح المسامي يعني معنا كده بتبقى عالية شوية؟ بتبقى عالية بتتنفخ زي الكيكة كده انا ما مش بحبها كده نحط دلوقتي كيلو مية على كيلو سكر ده العسل كيلو مية على كيلو سكر نحطوهم على النار نسيبوهم يغلي بس عشان ايه؟ نلحق وقت الحلقة نحط دلوقتي ايه؟ مية وخمسين جرام لبن على مية وخمسين جرام سمنة نحط طبعا ايه؟ مية وخمسين جرام سكر كده؟ زي ما انتم شايفين كده؟ كده مظبوط عندك نقلبهم بس كده العكس كده اوكي كده كمام مظبوط عندك كده هنقلبهم مع بعض كويس تمام بالروحة لسه الوقت قدامنا عشان الناس تفهموا احنا مش مستعجلين احنا مش مستعجلين معنا حاجان فهمكم كل هك دلوقتي الشربات على النار مفروض احنا بنتكلم اكين حد ما بيعرفش يعمل بزبوطة خالص تمام الشربات بتاعها بيبقى ايه؟ خفيف سئيل بياخر طايم قد ايه؟ بنقلبه ومنقلبهوش احنا بنحط بس ايه؟ الشربات بتاعها بيبقى خفيف بيختلف عن الشربات بتاع الكنافة وعن الشربات بتاع ايه؟ كل حاجة ولها الشربات بتاعها يعني العسل الشربات بتاع الزلابيا بلح الشام دول واحد تمام؟ شربات تقيل تمام بنديله ايه بقى عشان يبقى شربات تقيل؟ عام حاجة واحنا بناجل بزبوطة كده شرح لينا بقى كتا عمد ايه؟ عام حاجة ما تشدش مننا ايه؟ يعني ايه ما تشدش حر متشدش كتر التقليب بتشد من الجامل نازم ان ندف اللبن وندف السامنة زي ما انا ما عامل كده؟ عشان تندمج مع بعضها بسهولة يبقى كل حاجة دافية ولا سخنة ولا سعب وكنت اعوز منك شوية لبن تمام متحاطة كمية اللبن قد ايه؟ حوالي 200 كرم لبن بالزبط بالكوباية قد ايه عشان الناس برضو تبقى عارفة اللي بيتعامل بالكوباية كوباية اللي هي المج العادية اللي احنا بناكل بيها مج الشاي يا جماعة ايوال زي مج الشاي كده البزووسة جاهزة تمام جاهز الفورمة اوكي بديها سامنة من تحت كده اوكي فيه ناس بتحط فيها تحينة من تحت ليه؟ او بتحط تحينة هم ما حابين الطعم بتاع التحينة بتدي تست شوية كده بس فيه ناس كتير ما بتحبش التحينة يعني الوصفة بما قدرها اللي انت بتقولنا عليها دي زي بتاعة المحلات زي المحلات بالزبط او طب ليه البزووسة بتطلق او ليه رشة جوز الهمد دي بقى رشة الجوزين دي بتدي تست من تحت كده بتوحد اللون بتاعه احنا هندوق ونشوف احنا طعم البزبوسة والكست كله هيدوق ويشوف ويقولكو احط البزبوسة اوه انا ملاحظة انك مش بتقلب دائمت كده بس ايو بترتيت في سوابية كده عشان خطير ما تشدش من النجا مش بتكبسها زي الكنافة لا ما ينفعش تكبس زي الكنافة تمام هاتي الطبق ده هنا اوكي تمام نبلي بس ايه وشها سامنة كده انت هتدخلها على الفرن وهي غير متساوية كده دي الساعة ساوية ولا هتكمل ما انا بدي وشها سامنة عشان خاطر ساوية كده اوكي انت ما استخدمتش كل السامنة لا ولا هتستخدمها انا جايب سامنة بزياد عشان خاطر ايه اوكي انت بتشوف بالعين برضو ايو بالعين الخبرة بتاعكم برضو هو بس عشان مش متاح ايه هم متاح ايه بص هما زمنتم شايفين كده تمام انت عايز تعمل طبقة في النص مكسرات تقدروا بقى تحطوا سوداني تقدروا تحطوا جوز هندي وزبيب تقدروا تحطوا كل المتاح عندكم كده واو الشكل بصراحة مغري نبلي بقى ايه او بتعمل بالروحة مش بتضغط او هتساوي بعد كده نسوي بص انا الحمد لله شاطورة جدا في البيت ومبخ لا تزكوا انفسكم بس دي حقيقة بس مش روحتش الطريقة دي قبل كده دي طريقة المحلات اللي احنا عامة بنشتغل بها او يعني ده سر الصنعة ده سر الصنعة ده سر الصنعة لمشاهدينا النهاردة ايه ماشي يا سيتي ماشي ماشي يا شف ماشي كلمنا بقى عنك انت ايه مطبخ دراسة وخواية ولا او لا انا ااخد مطبخ رواية اه مش واخده دراسة انا حبيت ان انا اخد مطبخ رواية بس واضح انك متمايز فيه اه انا ممسكش في عمومي تمام حلواني تمام انا ممسك الشي في عمومي بتاعه تمام نطلع بس فاصل اوكي نطلع فاصل ونطلع فاصل بعد إذن حضراتكم ونرجع ليكم تاني انتظرونا اوعى تروح في أي حتة اوعى تقول ابو المحطة وليسا مكندلين عميل أجمل صنف من الحلويات الشرقية وهي البسبوسة وكل بيت مصري بيحبها وبيعشاها وشخصيا أنا أهلا بك يا شيف مرة تانية أهلا بحضرتك بالوقت انت دخلت البسبوسة الفرن المفروض بنحط عليها الشربات كده تمام ولا لسا شوية هو الشربات كده عمتني عايزين يحرد لخلص هو بيبقى خفيف جدا ارفع علينا كده الفرن بسبوسة بيبقى خفيف الشربات بيبقى سخن Welä بارد الشركات بيبقى سخن والبسبوسة سخنة تمام لازم نسوي البسبوسة تاخد اللون الفرن بسبوسة بدخل حرارة الفرن كام والفرن سائع ولا بارد بدخلت السبغةů تمام تمام بتقعد حوالي ربع ساعة طول تساع حسب الفرن بتحب درجة حرارة عالية والفرن بيبقى سخن مش بتقلل درجة الحرارة بعد كده عشان خاطر متنشافش منك في الفرن طيب لو حطينا الشربات بارد ايه اللي بيحصل لو حطيت الشربات بارد مش البزبوسها كلها مش هتشرب هيتفع الشربات فوق لما البزبوسها تبقى سخنة تبقى المسام بتاعتها لسه مفتحها والشربات سخن فبينزلوا الاتنين على بعض فبيقودوا بقللوا كده يعملوا اعجاج غريبة نفسك اصلا بتروح للبزبوس عايزتك لها وهي سخنة اكيد اكيد هنجرب من دود الوابس انا شخصيا متحمسة في عيد ميلادي فاضل ويومين كل سنة وانا طيبة طبعا كل سنة وحضرتك طيبة وان شاء الله نيجي نقامل حلقة تاني يوم عيد ميلادك ونعملك طرطية جميلة بإذن الله ان شاء الله ربنا يشرفني اكيد اضافة لنا والله ان شاء الله طيب فيه ناس بتشتكي ان انا عملت البزبوسة وطلعت نشفة ليه؟ بتنشف من الحاجتين شربات ولا فرن ولا المحتويات نفسها تنشف من الفرن تمام يا اما ايه؟ هتنشف من العجين زي ما حضرتك شفت دلوقتي انا عاجدتها بسرعة نحن ندمج كده بسرعة سريعا بسرعة وبتغطيف صوابع كده اه ماينفعش قاعدك بس في العجين كده طب ايه لازم يتعاجن كويس والكبس لازم يتعاجن كويس والكبس اه هقولك عاجن الزلابية تمام عاجن الزلابية لازم ان عاجنه كويس خالص عشان خطير دلوق عشان لما تيجي تكيديها تبقى هشة منجوم ارمشة دي حقيقية تبقى كده نكحة لكن مكتومة لا تبقى احنا عملنا حاجة غلط طب قولينا طريقت الزلابية كده اروحها اجرب طريقتك كده النهاردة طريقت الزلابية بس يا ستة كل هجيبي كيلو دقيق كيلو دقيق خمس نجوم خمس نجوم يعني نوعه مكتوب عليه المغبوزات مكتوب عليه ايه لكل الاستخدامات ولا ايه لا مش لكل الاستخدامات ده بي نستخدمه في الزلابية بناستخدمه في حاجة اسمها بقلاوة ممكن استخدمه في حاجات تاني اللي هو محتاجينه ان هي العجينه تبقى شديدة تمام قمص نجوم ما انت حلواني وشغال في المكان وبتقول رئيس رئيس ايه مسك رئيسك اسمه الغربي حلواني اسمه ايه يا سلام بالتوفيق دايما يا رب دايما في التقدم اسلامية قلنا بقى سر الزلابيا بتاعة المطاعمة سر الزلابيا بقى سر الزلابيا في البيت معظم مصر كلها ما بتحطش بيت في الزلابيا ممكن انا اقولك تحط بيت اتفكريني انا بضحك عليك لا يعني كيلو تديه يديله بضايا اوكي البيت بقى بيساعد على ايه؟ البيت بيساعد على ان الزلابيا تبقى هايشة من جوه ومسك نفسها من بره تيجي تكليه هتلاقى مفرغة خالص من جوه كده وهاشة خالص هي دي سر الزلابيا تمام اوكي اوكي تمام ايه المأذير كيلو دي عليه ايه؟ عليه بيضة تمام عليه حوالي 100 جرام خميرة بودر يعني بيضة 100 جرام خميرة بودر خميرة اللي هي البودرة اوه تمام نقول ايه معلقة اللي مش بيعمل من المأذير معلقة معلقتين معلقتين ومعلقتين معلقتين ومعلقتين على كيلو دي على مية جرام زيت او نص كباية زيت اللي هي بتاعت الشاي العادية اللي في اي بيت نص كباية زيت نص كباية زيت نص كباية زيت وبضاية معلقتين خميرة اللي هي السيلة تمام مع كيلو دي والبضاية تعجينيهم كويس مع بعض وبعد كده تسيبها المدة ساعة او ساعتين تخمر كويس وبعد كده تكسريها على زيت سخت تمام لو نزلت على زيت بارد هتكتم مني على زيت سخت عشان اول ما تنزل تهيش على طوله تطلع مكة وتطلع حلوه جميلة دي التكاية بق جلنا اسئلة على طريقة عمل بلح الشام اقول لنا ايه الطريقة والمأذير طريقة عمل بلح الشام بلح الشام كيلو دقيق نجوم برضو تمام كيلو دقيق بياخد حوالي 14 بيضا النجوم ده بنستخدمه في حلويات ايه دي النجوم في بلح الشام في البقلاوة في الزلابية ممكن نستخدمه في الكيكات الحاجات اللي العجينة لازم متماسكة وهنشكلها العجينة متماسكة هو لازم انشكلها يكون في عجينة جديدة شوية تمام مش سيلة الديق العادي بيخلي العجينة سيلة هو ده بقى السر لازم انت تعرف يعني ايه دقيق نجوم ويعني ايه دقيق عادي ايه صار ايما بين الدقيق النجوم ده و الدقيق العادي العرق نوع الدقيق بيبقى كويس جدا لو الدقيق الخمس نجوم الديق ده اساس تجح اي وصفة حلويات او لا طبعا نوعا دي خمس نجوه تمام من مقادير بقى بتاعة بلح الشام مقادير بلح الشام كيلو دي 14 بيضة على 100 جرام ما بيظهرش الزفورة دي فيه ما بتظهرش عشان احنا بنحط فانيليا خام فانيليا خام اللي هي السيلة يا جماعة فانيليا خام بتتبعن دي الأفطار تمام الفانيليا الخام غير الفانيليا السيلة الفرق ما بينهم دي خام دي حاجة خام التانية بتضاف عليها سكر ومكونات كده فبتخف النسبة بتاعة الفانيليا شوية حتى بتحطي لكن زي بتكتر حدة البيض بقاش فيه زفارة ما بقاش فيه زفارة خالص تمام بتحطي كيلو مايه على النار تمام على 100 جرام زيت لتر مايه جماعة لتر مايه او كيلو مايه هما اللي مسمين واحد انا عامتا بحب اشتغل كل حاجة بالجرامات دقيق او في شغل عشان كل حاجة تطلع مياه ماهو ده شغل الحلواني احنا بنبسط الدنيا للناس اللي بتبراجوا علينا دلوقت تمام بتحط كله مياه او لتر مياه على النار بنحط 100 جرام زيت ونسيبه يتخدم شوية اول ما يغلي على النار بنكون مجهزين ايه كيلو دقيق تمام اول ما الميا بتغلي بننزل كيلو دقيق ونقض نغدم في العجينة على النار حلو وكويس بغاية ما العجينة تتخدم خالص بعد كده بنركن العجينة بغاية ما تبرد تمام بعد كده بنديها 14 بيضة وبندها مع علاقة فانيليا خالب تمام بيطلع معاك جميل بس بقى الفرق بينه وبين الزلابيا انه هو بينزل على الزيت بارد الزيت بارد الزيت بارد يعني الزيت بارد بارد على النار بارد خالص ليه بقى عشان خاطر هو ما ياخد نسبة بالكتير فالبيض لما بينزل على الحاجة سخنة هتلاقيه فلأ منك دي حقيقة دي مشكلة بس فاحنا هنزل على زيت بارد ونرفع در يتحرى واحدة واحدة يعني كل ما بيطلع معنا كل ما يسخن نزود له در يتحرى جوية تمام قلنا لكم معلومات جميلة قلنا بقى يا سيدي عايزين نستغلك النهاردة أبشع استغلال في الوصفات وتقول لنا ونغشش الناس الجميلة اللي في البيوت قلنا بقى طريقة الكنافة وبتحتاج شربات ايه لان الكنافة دي كل الناس بتحبها وفي نفس الوقت في البيت مش بتطلع مظبوطة يا اما نشفى يا اما طريقة قوي نظبطها ازاي نظبطها في العسل وايه الفرق ما بين المبرومة والعادية بطريقة دي وطريقة دي المبرومة دي كنافة بتبقى عاملة زي الترح كده الكنفة بتجنة في البصنة على شكل ايه مستطيل بشكل شعري مستطيل تمام بتحط انت المكسرات في النص بحط المكسرات في النص وابتدى اللفها زي بقى بتثبت ايه كنه او هنعمل اكيد هنعمل اكيد حلقة ان شاء الله عشان خاطر عيونكم بأمر الله ان شاء الله بإذن الله بنبتدي بقى نحط المكسرات ونبتدي اللفها وبنسيبها يوم كامل عشان تنشف دي التكاة بقى هي دي بقى التكاية طب لو ما سيبناش اليوم كامل ده ايه اللي بيحصل هتخش اول ما تاخد السمنة وتخش الفرن هتفك لازم انت تحطيها في الصور بتتخلها الفرن ولا بتتقلي في سمنة او في زيت او كده انا سمعت ان في حد بيعملها كده في اماكن بتعملها كده واماكن كده لا الكنفة الوحيدة اللي بتتقلي في السمنة هي الكنفة القصمالية كنافة بدون سكر بدون اي حاجة بتتحط في التصة بنحط اسمنة ونسيبها تسخن وبعد كده ينقل ايه؟ بالكنافة بينما نقل الكنافة بنسيبها تبرد دي كنافة اللي تلقاها في الكباد كنفة بالمانجا خنفة بالاشطا وخنفة بالفراولة والك ناس منذك الخنفة اللي بتجبنابهم ممكن نعملها؟ لا الكنفة اللي بتجبناب نسمح لها تأيوه نسبة هذه اللاماء تكنية بعشح انطة طريقة بقى وإيه نوع الجبنة اللي فيها؟ نوع الجبنة عكاوي بتخلط عليها نسبة متغلة بتبقى ملحة شوية العكاوي معها حضرتك انت بتنقعها في ميا قدي ايه بقى؟ هي دي بقى السر اللي بتاع ال ايه النبلسية اللي كل الناس مش عارفينه احنا بنجيب الجبنة بنقعها في المياه لمدة ساعة بعد كده انطلعها من المياه بتنزل في الملح اللي فيها لأن المفروض ده حلو عشان ده حلو ومش حادث على فكرة انا كلتها في اماكن فعلا كانت حادقة الحادق مع السكر طعم مش حلو جد هو كل شي في ليه تركاته بقى ليه تكات كده معينة بيحتفظ بيها احنا جبنا العكاوي ونقعناها في مياه ساعة عشان الملح ينزل منها بنعمل ايه بعد كده؟ تحب تبص على الفرق؟ اه طب يلا اوكي هتبص على الفرق اتفضل نشوف الشرباط كده بص يا جماعة السونك بتاعه واضح عندكم في الكاميرا خفيف مش سميك بدأ ايه ده شوية ايه الاخبار عندك؟ طيب معانا قدي ايه؟ قدامك قدي ايه هي وقداما قدي ايه؟ قداما مثلا بتاعه تخد لابتع عشر ده ايه؟ طب حاول نعلي شوية عشان تطلع معانا لان احنا لطيب معانا كده مش هنلحق هنمعانا ثلاث دقايه للأسف ثلاث دقايه يلا عمتا لسنا مكملين نكمل كلامنا تمام تعاني الكنافة النابلسية ويا جماعة نطلع لكم لايف بعد الهوى اوريهلكوا على صفحتي طبعا متابعتكم جميلة ودايما بتسعيدني هنوريكم الكنافة بتاعت الشيف عبد الله نوريكم البسبوسة وانوريكم الكنافة اه البسبوسة عزرا تمام احنا كلامنا كله عن الكنافة دلوقتي فانتلغبط تانية يلا قولي قدام البسبوسة وابداميش الكنافة ايوه احنا بنعمل البسبوسة ما انا فاكرة والله صح؟ ايوه صح والبسبوسة هي والشربطة اهو البسبوسة في الفقر انت هتلغبطنا ليه؟ اشرح لنا العكاوي خلاص يا سيدي اشرح لنا بعد ما ننقع الجبن العكاوي بتكون نزلة الملح منها تمام فبنطلع على مصفة الصفة كويس اوكي تمام تمام بعد كده بنفرش الكنافة بتاعتنا بندهن السنية برضو سامنة زي ما عملنا كده بنفرش الكنافة بنفرش الكنافة ما بنحطش على الكنافة سامنة ولا سكر بودرة ولا اي حاجة خالص الكنافة بتيجي منعند الكنفاني بتفرطوها كده؟ بنفرطها اه اول وش تمام بعد كده بنكبسها بصنية بنكبسها كويس دي بقلت الكبس البسبوسة البسبوسة كده يا جماعة تمام بنكبسها كويس بعد كده بنبتدي ايه؟ نبطة الجبنة ونحطها ايه؟ بحس تندمج معايا او طبقة تبقى سابتة عليها؟ بتبقى طبقة في النص طبقة ساميكة ولا ايه؟ لا ايه الطبقة نسبة وتناسبة يعني بنخلي ايه حاول نخلي التلات طبقات لا احنا نعملها للنص في حلقة عشان نوريهم ويطبقوها ويقولونا ايه رأيهم فيها؟ ان شاء الله نعمل لهم حلقة بإذن الله ان شاء الله بنخلي التلات طبقات قد بعض هذه هي الكنافة وبتحط رشة سامنة عليهم لا ما بنحطش رشة سامنة تحطش سامنة خالص انا كده كده ميدي سامنة تحت اوكي تمام؟ ورشيت عليها الكنافة اوكي وكبستها كويس اوكي حطيت الجبنة بعد ما بحطت الجبنة برشي الكنافة من فوق تمام وديها سنة كابسة بسيطة كده عشان خاطر جبنة ما تطلعش باللجنة تمام بعد كده بدخلها على الفرن اضرية حرارة 150 كل ده جمعة احنا ما حطناش سامنة خالص تمام؟ دقا بنحط سامنة بقا في الاخر تحت حطينا تحت بنتدي بقا عشي السامنة فوق بقا بنسق الكنافة بس مزودش السامنة قوي لو ينفع تجيب الصناية كده نشوفها وصلت لايه؟ الناس تشوف معنا؟ ونكمل سوا بعدين على صفحاتي بقا بإذن الله ايه الأخبار عندك عاملة ايه؟ تمنا كده هات الناس تشوف يا بس محتاجة احنا عايزين نشوف وانا هدو واحكم وقولكو يا محتاجة تغمق شوية زي ما انتم شايفين كده؟ وارينا يا شوف هنا زي ما انتم شايفين كده؟ ايوه تمام دي البسبوسة بتاعتنا البونتو اعمل حركات جامدة كده ظهر عنتك كده قدام سلنا تاني معاك زي ما انتم شايفين كده؟ اوكي دي البسبوسة بتاعتنا بس خلاص دي البسبوسة بتاعتنا هي بس محتاجة ايه؟ اللون بتاعي غمق شوية كده معاك كده تمام اللون بتاعها بس محتاجة غمق شوية وبعد كده تاخد العسل سخ وهي سخنة بنغطي عليها ولا ما بنغطيش؟ لا احنا بنصب عسل ونده عسل كتير نسيبها تشرب كويس وبعد كده لو تبقى شوية عسل نصفيها من الفورمة وبالفها انا وشاف اسيبها بس تبرد عشق دائما تستعجليش عليها بشكرك جدا انا شايف عبدالله نورتني والحلقة كانت حلوة قوي وكلها حاجات جميلة وهدوه هقولكو تابعونا في بس مباشر على صفحتي بشكركم مشاهدينا الجمال يارب بتكون حلقتي عجبتكو النهاردة وكانت خفيفة على قلبكو انت زوجوني في حلقات كتيرة وبديدة متنوعة فصلنا واستعادة عشان ساعدتكو تهم بيني هنستند علاقاتكم الجميلة موسيقى موسيقى